راديو نيل نحوز على جزء كبير جدا من وقت المستخدمين دي حقيقة مسلية مفيدة ليه؟ لأن منشئ المحتوى دلوقتي يا ميرا بدأوا يروحوا طب ممكن أقف عند حتة مفيدة دي؟ يلا معلش يعني في مليون ألف خطة يتحطي تحت كلمة مفيدة لأن مش كل الفيديوهات بتبقى بصراحة مفيدة ومش كل الفيديوهات بيبقى لها محتوى هادف خليك يعني تتفق أو تختلف معايا متفق يعني في أحيانا أو مش عايزة أقول دايما بس في أحيانا بعض الفيديوهات اللي بيبقى فيها اسفاف بشكل كبير جدا وفيها استخفاف كمان بعقلية المستخدم أو اللي هيشوف الفيديوهات فأنا بصراحة يعني طبعا مش بلوم الناس اللي هي اللي بيعملوا كده ممكن دي طريقة حياتهم أو طريقة يعني نمط حياتهم عادي بس بلوم اللي بيتفرج على الفيديوهات صحير الشخص اللي هو بيجيب الفيديو أو بيتفرج على النوع ده من المحتوى أنا بلوم هنا الشخص ده مش بلوم الشخص اللي بيعمل عادي متفق معاكي بس تعالي كده تعالي كده نسيب بقى الفيديوهات القصيرة ونركز كده بقى جماعة مع بعض كده عشان نروح لإيه لإخناقة كده بين اتنين من العمالقة الكبار إيلون ماسك اللي هو حاليا هو المالك لمنصة تويتر بعد ما اشتريها من حوالي عشر شهور ومارك زوكربيرج مالك شركة ميتا اللي هي عندها فيسبوك ونستخدم حرب كبيرة جيل ركزي معايا بقى الحاج إيلون ماسك عايز يجيب فلوس من أي حاجة أي شوية توا مع الدين كده يروح مع بيهم في كيس وبيعهم عادي جدا راجل مليار ده رح جيه عامل إيه بقى مطلع قرار مش عارف مش عايزة وصفه بأي صفة دلوقتي هسيب المستمعين هما اللي يوصفوه بس هو رح جيه إيل إيه قال يا جماعة كل اللي بيستخدم تويتر المشتركين اللي هما عندهم خدمة تويتر بلو اللي هما عندهم علامة الverification الزرق مسموح له في اليوم الواحد إنه هو يظهر له أو يقرأ 6000 تويتر فقط 6000 واحد نو مش هتشوفها وجيه رح قايل إن اللي ما عندهوش أو المستخدم بقى العادي اللي زي حالتنا كده الناس اللي ما فيتبعش فلوس الغلبان اللي زي أنا آه 600 تويتر في اليوم 600 واحد نو أوكي المستخدم بقى الجديد اللي لسه داخل بيخبط على الباب ولسه عنده أكاونت جديد مش هيشوف غير 300 تويتا في اليوم طب يعمل حجه بعد كده ليه؟ ادفع ليه؟ عايز فلوس هو عارف إن مستخدم تويتر هو مضمن تويتر خدي بالك من النقطة دي كويس جدا التويترية بقى بالبلد كده بلغة السوشال ميديا ما بيعرفوش يستخدمه سواء فيسبوك أو انستجرام أو أي موقع تاني ولا ليه في السور بقى ولا الفيديوهات ولا الهاري ده كله هو الراجل بيدخل عشان يشوف مثلا شخص مؤثر مثلا على تويتر وهم يتابعه عامل تويتا يدخل يدي بيت يتجادل معاه في أمر ما يدخل يعلق له والتاني يرد عليه هو حياته كده فالموضوع ده طبعا عامل ضجة كبيرة تهدى بقى الدنيا؟ لا طبعا الدنيا ولعد المستخدمين شاط يروح مارك زوكربيرج بقى عامل ايه بقى؟ راجل دلوقتي صاحب شركة متا اللي من ضمنها فيسبوك بقى واتسابه راح بنزل منصة ليه التغريدات فقط باسمها ايه بقى ثريدز 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 المنصة دي هي نزلة بس للتغريدات علشان خاطر ودي اللي قال ان هو هينافس بيها آلون ماسك وكتب تويتا على تويتر وقال ان هو هينزل منصة تنافس تويتر علشان كده قامت الفكرة ان هم هيصارعوا بعض افتراضيا صحي كده؟ صحي كده تهدى الدنيا؟ من لنك بس لا ما تهداش في اقل من ثلاثة يام يا ميرا ثريدز قدرت ان هي توصل لخمسة مليون مشترك جديد يا جماعة طب تخمن كده البوصات ممكن يتسحب من تحت تويتر؟ بصراحة مش دلوقتي يعني ابدأ اقول رأيي في القصة دي لما ادخل بقى اجرب ثريدز نفسها ابدأ اشوف ناس من المؤثرين اللي هم اجربوا ثريدز ونبقى عارفين مثلا رأيهم فيها عامل ازاي هو لحد دلوقتي هي كوبي بيست من تويتر من حيث الفكرة من حيث الشكل هي بيتاميل اكتر لانستجرام تخيالي لو انت فتح انستجرام صورة بتظهر لك بس تمام؟ تويتر نفس الانترفيس كده بتاع انستجرام بتفتحي بدل ما بتشوف الصورة بتشوفي تويتا ثم التويتا اللي بعدها ثم اللي بعدها فالموضوع كويس طيب انا اعتقد ان لو هتسحب البصات هتسحبه كنوع من العند في ايلون ماسك بمعنى ايه انا كمستخدم لتويتر لا معلش انا بقالي زمن الزمن بستخدم تويتر هتيجي انت حج ايلون يا ماسك هتيجي ترويشنا بقى وكل شوية تطلع لي قرار ده خد يبالك ده مش اول قرار ده الراجل بقاله عشر شهور ماسك كل اسبوع بينزل قرار جديد يعني الراجل حطت ايده في جيوب المستخدمين بطريقة رهيبة فالناس ممكن تلجأ لنية تعاقب ايلون ماسك على سياسته دي طبعا وتروح لمين لثريتز بقى الجديدة ببلاش بقى والناحية التانية مارك زوكربيرج هيفضل يدلع المستخدمين في الاول واحنا كده كده عارفينه فيسبوك وانستجرام وعندك واتسا فموضوع اماني يعني برض بالضبط مارك زوكربيرج من المدرسة اللي بتميل ان هو يتربح من وراء المستخدمين بشكل غير مباشر ازاي بيبيع بياناتنا ايوا بيبيع بياناتنا انما ايلون ماسك الراجل بيتربح من خلال الاتاحة تكون بفلوس يعني يه الاتاحة بفلوس يعني حضرتك عايز تستخدم تويتر بمميزاته بخدماته ادفع زي الفيديو اند ماندا حضرتك انا تحب تتابع مسلسل تتفرجع التلاتين حلقة في نص يوم مثلا بتدفع اشتراك شهري للمنصة اللي انت عايز تشوفي عليها المسلسل مش عايزة بقى وبالك طويل اعودي تابعيه على التلفزيون مثلا عارف يا تامير هو الفكرة او الناس اللي هتتأثر قوي بموضوع تويتر والقرارات اللي اخدها ايلون ماسك دي الناس اللي هم عندهم عدد كبير من الفولوورز الناس اللي عندهم عدد كبير من المتابعين ومؤثرين بشكل كبير سواء بقى لعيبة كورة او ممثلين او فنانين او مغنين او كمان على مستوى العالم فدول اللي هتأثروا بشكل كبير جدا طبعا يعني طب انت بتعمل فينا كده لمفروض ان هم يكونوا بقى اي يعني على علاقات يعني وثيقة بايلون ماسك فالمفروض ان هم يكلمون ولا اي يا كريم الموضوع يا جماعة بقى خلاص الشركات الكبيرة والعمالك في التكنولوجيا خنائات 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 خلينا احنا كده عاديين بنتفرج تعالوا نرجع تاني بقى الموضوع حلقتنا كده عشان مستنينكم تبعتونا رأيكم ايه اكتر منصة بتحبها لعرض الفيديوهات كنت بتكلم على ان الفيديوهات المفيدة والفيديوهات المش مفيدة والكنام ده كله ايه اكتر نوعية فيديوهات مش بتحبها على منصات الفيديوهات القصيرة الحاجات اللي هي بنسميها برانكات اللي هي مقالب والحاجات دي بكرهها بصراحة يعني ممكن فيديو واحد مثلا انا شوفه يدحكني وارد على فكرة مش مش معترض بس مافضلش قاعد ساعة ساعتين ورا بعد فيديوهات من النوعية دي وقرأ بعض كده لا الواحد بصراحة صعبة جدا ده ده اكتر يعني بقى فيه النوعية فيديوهات او اللي هي اللايفات اللي بتبقى عبارة عن ان احنا بنعمل تحديات في بعض او بنعمل بنملي شروط على بعض علشان مين يكسب ومين يمشي الموضوع بقى يعني فوق المستفز بدرجتين ثلاثة كده. العواجيز اللي زي حالاتي. اه. بس عايز اقول لك الحاجات دي ليه هزبونها. ليه هزبونها بطريقة بشعة. بشعة فوق ما تتخيلي. يا خوفي بجد يا تامر لو زبونها من الناس اللي هم لسه يعني شباب صغيرين مراهقين وللأسف اغلبيتهم بيبقى كده. خوفي في محلو. خوفي في محلو. شكرا يا جديد.